حتى الاراضي او الفلسطينيين المحتلة ضمروا الكلام ده وعملوا كل ده فبقى الموضوع كله ضحك حضرتك متخيل بتضرب كام بتضرب اديه 185 طائرة درون مسيّرة 185 و36 صاروخ كروز و110 صاروخ ارض ارض انت متخيل الرقب ده متخيل الرقم ده يعمل ايه لو انت ما قلتش ولو انت ما حدّكتش يعمل ايه لو وصل في الاماكن المستهدفة لو وصل اماكن المستهدفة الرقم ده خلي بالك في الحروب ده حاجة كبيرة جدا مفيش غير واحد مصاب يعني اطفال الحجارة والله بالحجارة تأثير اطفال الحجارة في الانتفاضة الفلسطينية الاولى تأثيرهم اقوى من كل ده بقولك الحجارة حجر ويدرب عوّروا اكتر من ما فيش غير اصابة يا جماعة وقتا بتوهم مين بتوهم ايه بتقول ان انا عملت اللي هو فين اي اجراء بيتاخد لازم ليه نتائج قل للنتيجة هل اسرائيل جبتها ارضا هل الصواريخ دي حقاقت كل الاهداف بتاعتها لما انت تقول النهاردة رد انتقام طيب الامريكان البنتاجون قالك احنا كان عندنا جميع التفاصيل الخاصة بالعملية وتوقيتها والساعة والاماكن بتاعتها طب انت بلغت امريكا من يوم الاربع بلغت الامريكان يوم الاربع في الاجتماع اللي اتعمل قلت لهم من خلال وسطاء هنضرب كذا وكذا ودونا بس الحكاية نضرب عشان عشان نحفظ ماء الوجه قدام الناس ان احنا خدنا بالطار خدت بالطار مين